ننتقل الآن مشاهدين مباشرة إلى الكويت تحديدا إلى مطار الكويت لمتابعة هذه الصور المباشرة الآن لوصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح الآن إلى دولة الكويت الآن نتابع معكم الوصول هذه الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى دولة الكويت قادمة من الولايات المتحدة إذن هذه هي الصورة الآن المباشرة ووصول الطائرة إلى مطار الكويت هذه طائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباحة قادمة من الولايات المتحدة حيث كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة نذكر مجددا رحل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهزة 91 عاما والآن هذه الطائرة تقل جثمان الأمير الراحل إلى الكويت لوراء الثرام وزير شؤون الدوان الأمري كان قد أعلن بأن حضور مراسم دفن أمير الكويت ستقتصر فقط على الأقرباء في ظل الظروف الاستثنائية وهنا نتحدث عن فيروس كورونا تابعنا قبل قليل كيف تبدو الأجواء والاستعدادات في المقبرة مع مرسلنا سعد العنيزي والذي قال بأن هناك الآن إجراءات يتم اتباعها منها إغلاق الشوارع المؤدية من مطار الكويت إلى المقبرة هناك أيضا انتشار كثيف لقوات الأمن وسيرات الأمن منعا لدخول أي شخص إلى المقبرة علما بأن حضور مراسم دفن أمير الكويت الراحل ستقتصر فقط على الأقرباء إذن أنوه بأننا ما زلنا نتابع معكم هذه الصور المباشرة لوصول الطائرة إلى مطار الكويت التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح قادمة من الولايات المتحدة تبعنا أيضا معكم مشاهدين على مدار اليوم منذ عدة ساعات الحدث الأبرز الآخر وهو أداء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت تبعنا أيضا خطابه وأداء اليمين الدستورية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والآن نحن نتابع وصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت ليوارى أثر توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهزة 91 عاما في الولايات المتحدة حيث كان يقطع للعلاج بإحدى المستشفيات وهي طائرة الآن تقل جثمان الأمير الراحل إلى دولة الكويت إذن إجراءات استثنائية بمعنى الكلمة تبعناها قبل قليل وأطلعنا عليها مرسلنا سعد العنيزي إغلاق للشوارع من المطار استعدادا لوصول هذه الطائرة ولنقل جثمان الأمير الراحل إلى المقبرة هناك إغلاق للشوارع بدأ منذ تقريبا ساعة هذه الشوارع المؤدية من مطار الكويت إلى المقبرة هناك أيضا انتشار أمني كثيفة في العاصمة منعا لدخول أي شخص علما بأن مراسم دفن أمير الكويت الراحل وحسب ما قال وزير شؤون الدوان الأميري الكويت بأنها ستقتصر فقط على الأقربة هذه صور من مطار الكويت الآن هناك انتشار أيضا أمني في انتظار وصول هذه الطائرة وتوقف هذه الطائرة هذه الآن على المدرج حطة الطائرة هي تتجه شيئا فشيئا في انتظار هذه الطائرة وصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مطار الكويت قادمة من الولايات المتحدة إذن ما زلنا نتابع معكم مشاهدين هذه الصور لوصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح قادمة من الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر